وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي أكد الوزير الأشوال على أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الرمضانية التي تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين المعيشية والاقتصادية في عدن بعض المحافظات المحررة عبر تأمين المتطلبات الغذائية والاستهلاكية لشهر رمضان الفضيل بأسعار طيبة منافسة لأسعار السوق المحلي من جانبه أوضح السعيدي أن الخيم الرمضانية ستربي احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية لشهر رمضان وذلك بمشاركة العديد من الشركات التجارية وكبار الموردين الاقتصاديين في البلاد إلى جانب المؤسسة الاقتصادية التي ستقدم فيه عروض تنافسية للمواد الغذائية والاستهلاكية وبأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع كما التقى مدير عامل المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي وزير الخدمة البدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الولي في العسمة المؤقتة عدا لمناقشة وضع الترتبات الخاصة بالإقامة أو لإقامة الخيمة الرمضانية لهذا العام وتطرق اللقاء الذي حضره مدير عامل المؤسسة العامة للتأمينات على الهدار للجهود والتنسيقات المشتركة المتعلقة بكيفية إقامة الخيمة الرمضانية لهذا العام وتحديد موقع الخيمة في المعرض التابع للمؤسسة العامة للتأمينات في مديرية خور مكسر ناقش وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الناصر الوالي ورئيس جامعة المهرة الدكتور أنور محمد كلشات في العاصمة المؤقتة عدن متطلبات الجامعة ومساعدة رئاسة الجامعة في مرحلة